صباح الخير إذن زي ما وعدناكم قبل الفاصل رح نتعرف الآن على العداء الكفيف سهيل النشاش واللي فقط بصره بعمر 17 سنة لكنه لم يفقد الأمل بتحقيق طموحاته سواء على الصعيد العلمي والعملي والرياضي فهو الآن مرشح للحصول على لقب أفضل رياضي بالأردن لعام 2012 من ضمن فئة دوي الإحتياجات الخاصة إذن نتعرف هلأ ونرحب بسهيل النشاش سهيل أهلا وسهلا فيك كيف حالك أهلا وسهلا شرفنا طبعا بدنيا يا جنيا أهلا وسهلا فيك يعني خلينا نبلش من البداية زي ما ذكرت سهيل أنا بالبداية أنه أنت فقدت بصرك بعمر 17 سنة فخلينا نبلش من بداية فقدانك لنعمة البصر ومن ثم رحلتك في تحقيق طموحاتك هلأ طبعا أنا بالبداية وأنا عمري 12-13 سنة تقريبا كنت موبصر بشوف 6-6 ما كان عندي أي مشكلة نعم كان عندي حساسية نتيجة خطأ طبي رحت لدكتوري علجني منها أعطاني قطرة غلط فقدت بصري تدريجيا أتلف لي العصب بصري فقدته لغاية 17 لما فقدته كل يوم كانت هي هذه المرحلة كان كلها فيها علاجات وشيء والطب ما قدر يدخل أو يوقف هذا الخطأ الطبي اللي حصل معي والحمد لله ربنا أختارنا إن شاء الله الأفضل يا رب الحمد لله طبعا طيب بعدها كيف يعني بلجت بمسيرة تحقيق الطموحات والإرادة والعزيمة القوية اللي عندك ومن قبل ما يكون عندي أنا فقدان للبصر أنا كنت بحب الرياضة لأنا طفل بالإضافة أنا كانت شخصيتي يعني مش شخصية ضعيفة أو شيء كنت كتير جريء وقوي فهذا الشيء ما أنه ولد لي اكتئاب أو شيء سلبي بالعكس كان عم بيعطيني هو التحدي الفترة هذه كنت أنا عم بنقطع عن الدراسة كان كل هم أسرتي أنه للعلاج وأنه يوصلوني أني أرجع أشوف لأنه مش متقبلين فكرة أنه بلهم فقد بصروا نعم كنت بالفترات بما أني عندي فراغ كبير وشيء كنت كثير أقضيها بالتدريب كنت كتير أقضي بعض التمارين أخذها من تمارين بالكونكفو بأشياء بالتمارين السويدية وكتير أبدعها في خلال تدريباتي هذه بمرحلة فقدانك للبصر كنت تدرب كان في أي شخص يساعدك مثلا على التدريبات كان في أصدقاء لوالدي اثنين مدربين واحد مدرب كيك بوكسنج واحد مدرب كونكفو وهم كنت أستشيرهم بالتمارين ممكن تفيدني لأني أنا كنت أحب الرياضة وحب كتير أسأل واتطلع عليها نعم ممتاز طيب يعني سؤالي هون زي ما حكينا أنت بتمارس رياضة العدو أو الجري فليش قررت أنك تمارس هاي رياضة خصوصا أنه هاي رياضة تعتبر من الرياضات مش السهلة يعني هي من الرياضات الصعبة يعني فيه كتير رياضات أخرى أسهل منها فليش قررت أنك تختار رياضة الركب هلا هو أنا بصراحة يعني أو قبل ما أختار الرياضة هذه كان فيه بعض منحنايات بحياتي يعني أنا بعد هيك تعرفت على شخص كفيف وعرفني أنه فيه رياضة للمكوفين وعرفت أنه فيه ممكن أكمل تعليم فرجعت يعني كل شيء مثل ما تقول أني بديت بحياة جديدة يعني أنا غيرت كل مسار حياتي كتير كنت متقبل الفكرة وخلص حبيت أني أبرز هويتي بهذه الطريقة ما أبدأ وقف حياتي عند شيء خلص راح ما فيه مجال أنه يرجع فبديت أني أنا ألعب رياضة المكوفين وبدأت في البداية أنا برياضة اسمها كرة الهدف هاي خاصة للمكوفين وغاد شافوا أنه قدراتي جسمانية عالية جدا فحوالوني لألعاب القوى بألعاب القوى لعبت عدة ألعاب بالبداية لعبت الميت متر وميتين متر من ثم توجهت للوثب الطويل والثلاثي وكنت عم بتميز بكل لعب الحمد لله عم بأخذها ولعبت مع المنتخب السنين طويلة وحمد لله جبنا إنجازات للبلد وكل بيعرف أنه رياضة المعاقلين إحنا أصلاً بنقدر نجيب إنجاز على مستوى عالمي مش مستوى بس محلي وقليمي نقدر نقول لأن أنا توجهت لرياضة العدو في آخر سنوات الرياضية من شي تقريباً سنتين نعم أشاركت لمشاركة فقط للمشاركة برياضة بمالاثون عمان وكان عاملين فئة للمكوفين وأنا كنت حب أني أركض بهذه السباق لأنه أنا عندي بصراحة دائماً هدفي أنه يكون الناس تنظر لنا بالإحترام أكثر من شي تاني يعني أنا بدي أبرز هويتي أنه أوكي فقط بسألي لكن عندي إمكانية نعمل كل شي وهذا كان من الأساس أصلاً أني لعبت عدة ألعاب ومنها الوثب لأنه كانوا يقولوا أنه الكفيف ما بقدر يلعبها والحمد لله أنه كنا نتميز طب كيف مين برشدك يعني وأنت عم بتمارس هالرياضة أنت بالماراثونات يعني يعني شو الصعوبات والتحديات اللي بتواجهك أوكي هلا أنا بالبداية لما لعبت الوثب والميت متر وهذه الألعاب كنت ما أكون بحاجة تكون معي أي مرافق أو شيء بالعكس كنت ألعبها مثل أي لاعب ما عنده فقدان للبصر نعم بالنسبة للمسافات الطويلة وهي رياضة يعني بتحتاج أن أجري على مسافة 10 كيلو أو 21 كيلو هي هاي المسافات اللي أنا بلعبها هي أحياناً ما بتكون مستقيمة صحية؟ بالتأكيد طبعاً إحنا نكون مركض على الشارع فكيف يكون في بعض الالتفافات فهنا أنا بيكون بحتاج قايد يكون معي مرافق بيكون عم بيركد من جنبي طبعاً الحمد لله توصلت يعني بهذه كل فترة من شيء سنتين أني حصلت على دعم لإلي سبونسر بالإضافة عملت رتيبات مع البطل الأردني بطل الألتر ماراتون الكابتن محمد السويطي وكان بيننا الاتفاقية أنه إحنا نشتغل مع بعض ونطلع مع بعض يعني وبدأت رسالتنا ومسيرتنا سوى يعني رتبطت رياضتي برياضته مع بعض والحمد لله قدرنا نعمل الإنجاز سوى بهذه السنتين وكان إنجاز كتير كبير نعم يعني زي ما إحنا عرفنا عنك كتير سوهيل أنك أنت حققت العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي فإحكينا إيش أهم الإنجازات اللي حققتها بمسيرتك الرياضية أنا على مستوى رياض أو تسابقي مع المكوفين بعمان أحرست المركز الأولى في كل السباقات الشاركتها وبالبحرمية والعقبة بماراثون بيروت ثلاث سنوات على التوالي أحرست المركز الأول بدبي بمارتين واربعض أحرست المركز الثاني وربطها للكيني المشاركات الأهم عندي كانت وهي أهم من هذه المشاركة كان عندي مشاركة بالكويت بالنص ماراثون شاركت مش مع مكوفين وحرست المركز 11 وقطعتها بساعة 31 دقيقة وهذا كان بالنسبة لي المركز 11 أهم من المركز الأول لأني ما كنت أتنافس مع مكوفين وفي قبرص أحرست المركز العاشر برضو كمان بسباق العشرة كيلو وكان برضو هذا كتير عزيز علي السباق وكتير كنت بصراحة مبسوط أن أحرز مركز كتير قوي بين متصابقين عالميين ممكن ما كان في عرب كتير وكلهم ما فيهم حدا كفيف وكان في كتير يعني من أقول لهم تقدير لإلي أن أنا أتنافس معهم أكثر السباقات اللي أنا بحبها أو بصراحة فخور أني أنا شاركت فيها يعني أنا بتزيد من ثقتي بحالي أكتر ويمكن بتخلي الناس يمكن تحترمني أكتر أو تعرف أنه عندي إمكانيات وقدرة شاركت من شيء شهر تقريبا بماراثون وجه الشمال نورثفيس في تايلاند بشمال تايلاند كان السباق مسافته 25 كيلو داخل الغابة فكان هذا تحدي جديد أني أنا بدي أركض كان السباق بالليل بداية الساعة 5 الفجر عم نركض الدنيا ليل داخل الغابة فيه تضريص صعبة الجبال إحجار رمل كان كل المتصابقين مستغربين أنه فيه كفيف عم بتشارك معهم بهذا السباق الحمد لله قدرت أتنافس معهم وكنت قوي ويمكن أنه كان ممكن أجيب إنجاز أكبر إن شاء الله أقدر أعمل أكتر لقدامك كانت أول تجربة أجيت في المركز التاسع ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك سهيل يعني أنت مثال راقي جدا على العزيمة وعلى الإرادة القوية لكن هل أنت كنت متوقع أنك تقدر توصل لهاي المرحلة أو لهاي المراتب المتفوقة بمجال الرياضة؟ هلأ أنا بصراحة كل إنسان ممكن من خبرته بالسنين طويلة بالرياضة أو شيء قدر يقيم نفسه أنا بقدر أقول أني أنا يمكن ما إجتني فرص كتير من يوم ما حصلت على الدعم وبدأت أنا أشتغل على نفسي وخلال سنتين عملت إنجاز أكبر من اللي عملته عشر سنين مع المنتخب لأنه لما يكون فيه اهتمام فيه معسكرات فيه تدريب فيه مكثب فيه شيء أنك تقدم للرياضة فيه ناس عم تحترم أنك أنت إنسان بطل عم تعطيك دفعات اللي تساعدك أكيد بتنجزي وأنا لليوم بحكي أنا لسه موصلت للقمة إن شاء الله بوعد أن يكون لقدام إن شاء الكريم شيء ما حدا بيتوقعه من حتى عداء أردن شو القمة بالنسبة إليك؟ أنا عندي إن شاء الله طموح لأشياء كتير كبيرة بس بحب إن كل ما عم بيجي شيء إن أفاجئ الناس فيه أكتر لكن مش هذه السبقات ولا هذه المراكز التي أنا حققتها هي طموحي ولا هي هاي القمة اللي أنا وصلت لها نعم يعني سهيل إحنا منقول لولا الدعم والاهتمام اللي أنت حصلت عليه يمكن ما كان تقدر أنك تتفوق أو يعني توصل لمراحل متطورة جدا زي ما حكينا ولمراحل الأولى والمراتب الأولى بمجال الرياضات صحيح؟ أكيد طبعا هلأ أنا الدعم المادي الدعم المعنوي دعم الأصدقاء الأهل الكل يكون بدعمك نفسيا هذا الشيء كله بساعدك قدرة الحمد لله الجسمانية عم بتساعدني كتير على التدريب هذا كمان شيء كتير عم بيساعدني مع أنه صار عمري 20 سنة وبهذا السن ما بيتقدم لك لغاية لان الحمد لله أنا كل شهر عم بحطم رقم لألي أنا بكل سبقاتي صرت محطم نفس الزمني حوالي 9 مرات وهذا الشيء كتير عم بيعطيني دافعية أنه فيه إمكانية كبيرة لسا قدام أني أعمل شيء وهذا الشيء اللي رشحني أنه بالـ 2012 الحمد لله أني أكون مرشح قوي جدا لجائزة السوسن السوداء كأفضل رياضي عام 2012 إن شاء الله إن شاء الله هي بعد بكرة بتطلب إن شاء الله كل التوفيق إليك سهيل السؤالي أيضا اللي بدي أسألك إياه هو رسالتك نبيلة ومعروفة إشياء رسالة سهيل النشاش اللي هي الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقات وتذليل الصعوبات أمام دمشهم بالمجتمع شو الرسالة اللي بتحب توجهها لأبناء المجتمع وإيضا حابين نسمع منك رسالة لأقرانك من المكفوفين نعم أنا كسهيل النشاش بره وظيفتي وبره عملي بشركتي وبره وضوع الرياضة عم بكمل بصراحة أنا بالأعمال التطوعية والأعمال المجتمعية نشتغل على التأهيل والتمكين والتثقيف المجتمعي عشان نغير مفاهيم الخاطئة عند الناس أو نمكن المعاقين طبعا بشتغلها مع مؤسسته جمعية أنا إنسان وهذه المؤسسة نشتغل بالتشاركية مع منظمات دولية للارتقاء بهذه الخدمة الشيء الأساسي عندنا والكثير نركز عليه حاليا قصص النجاح في البداية أنه عشان نغير نظرة الناس أنه فيه إمكانيات فيه كثير ناس عم توصل لإشي بس مش لازم أنه إحنا نحفر بالصخر عشان نقدر نبرز هويتنا لكن عم نفرجيهم قصصص النجاح أنه كل الصعبات العبت واجهنا وعم نعمل شيء ممكن ما أحد يقدر يعمله وهذه رسالتي أنه الناس فقط تنظر لنا بإحترام ما بدنا شيء تاني نحن فيه عندنا أنكنيات وعندنا قدرة نعمل شيء ممكن ما أحد عمله ورياضة المكوفين مثل ما بديت أو المعاقين بحديثي عم بتجيب نتائج حتى على صعيد الأولمبياد مع أنه جميع الرياضات الأردنية ما وصلت للأولمبياد نعم فهذا شيء الحمد لله إن شاء الله يكون شيء بغير نظرة الناس لأنه يكون فيه احترام هذا يعني أمر واجب نتوقع على كل أبناء المجتمع سؤالي الأخير إليك قد يش تقضي من الوقت وانت بتمارس رياضها هل كل يوم تتدرب؟ أكيد الاحتراف بختلف عن التدريب العادي إحنا بعد وظيفة مباشرة تدريبي بيكون يوميا من 3 إلى 4 ساعات تكثيف حتى جمعة مسابقة نحن ما منع في الراحة المحترفين لأنه ما في مجال يعني من بطولة إلى بطولة من بطولة إلى بطولة واستعداداتي لعدة ألعاب أنا بلعب العشرة كيلو والواحد عشرين كيلو عم بجهز لشغلات تانية كمان فما في مجال لنا أرتاح حياتك العملية بتمارسها بشكل طبيعي ولا فيه هناك صعوبات مثلا بالنسبة لك بأنك توفق بين الحياة العملية وبين الرياضة هلأ هم بصراحة بحياة العملية يعني فيه كل الوسائل هم جهزت لي يعني تكون الملائمة لأيلي كشركة أن أقدر أكون مثل باقي زملائي بالشركة بالإضافة بصراحة الشركة كتير شركة تدعمني بالرياضة يعني أنا بتساعدني بتسهل لي موضوع الأجازات أني أسافر هم اللي دعمين لأيلي هم اللي ماخديني أكثر من نص الإنجاز بعتبروا لأنهم هم اللي بساعدوني ما بوقفوا عقبة بطريقة بالعكس هم كل الدعم بلقي منهم هم اللي عم بيعطوني حتى تفريغ هم اللي عم بيساعدوني أطلع قبل الدوام بساعتين أتدرب يعني لما منلاقي هذا الشيء أصلا إحنا كمان نقدر نبدأ أكثر تأكيد وهن منأكد على دور المؤسسات المحلية بدعم ذوي الإعاقات بشكل عام يعني أنا بالنهاية بدي أتشكرك سوهيل يعني أقول لك أنت مثال راقي ومثال نبيل جدا على الإصرار وعلى العزيمة بتحقيق الهدف لو إيش مكانت المعوقات اللي موجودة أمامنا بحياتنا شكرا إليك الرياضي سوهيل النشاش ومشاء الله يوم الثلاثاء القادم نسمع أنك أنت أفضل رياضي لعام 2012 بالأردن من فئة دوية الاحتياجات الخاصة شكرا إليك نتمنى لك كل تخير أهلا وسهلا فيك شكرا لك